ازاياكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا بس عامل الفيديو ده علشان هعرف الناس حاجتين اتنين بس واكيد الفيديو ده هيشوفوا الناس اللي هي بتهجم الصفحة بتاعتي حاجات انا مكنتش مهتمة بيها بس ابتدى يبقى لها تأثير سلبي دلوقتي ان في ناس كتيرة كتعملات ابعاتلي يميلاد تشتم وتعمل وخليك في الاغاني ما تتكلمش في الحاجات دي شلي الفيديوهات مش عارف ايه بطل مش عارف الناس دي كلها انا عارف هدفها ان هم مش حابين الخير للناس الناس دي بقى امين ايه هدفهم ان الفيديوهات دي ما تبقاش موجودة هم مش حابين الخير للناس دي ليه؟ انا معرفش اوكي؟ بس اكيد الناس اللي هي بتهاجم مشتركين في القناة عندي وامتابعين كل حاجة بعملها انا عايز اقول لكم على حاجة للناس اللي هي بتهاجم والناس اللي هي عايزة توقع الفيديوهات والناس اللي هي عايزة تمنع الخير عن الناس وعمين يعملوا ريبرتات على الصفحة بتاعتي لليوتيوب علشان يشيل الفيديوهات أو يشيل جزء من الفيديوهات أو 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 أنت كإنسان لما تمنع الخير على إنسان تاني مش في فيديوهاتي بس في أي حاجة عموما في الحياة أن أنت لو بتمنع الخير للناس اللي أنت بتحاول تشيل في فيديوهاتي أوكي أنت أكيد بتمنع الخير في حياتك عموما عايز أقول لك أن حياة الإنسان قصيرة مهما هتعيش في الأرض هيجي يوم وهتموت وتطلع تتحسب عند ربنا اعمل حساب يوم حسابك عند ربنا بس أن ربنا هيحسبك أن أنت بتمنع الخير عن الناس علشان أنتو بجد مش عارفين كمية الريبورتات اللي جاياني من على اليوتيوب واليوتيوب بجد بعتلي كمية اميلات وحاجات وفي فيديوهات أساساً محطوطة ومش عارف under report وunder edit ومش عارف إيه أنا من ناحيتي من ناحيتي هعمل كل حاجة اليوتيوب يقول عليها كقدار يعني هعمل كل حاجة أن أنا حاول أحافظ على الصفحة وحافظ على الفيديوهات أن هي ما تقعش لو اليوتيوب طلب مني غير عنوين مكتوبة على الفيديوهات هحاول أعمل كده لو اليوتيوب طلب مني أن هو هيشيل جزء من فيديو أو هيشيل حاجة أو هيعمل حاجة أنا هسيب اليوتيوب يتصرف زي ما هو عايز أن احنا نطلع بنتيجة أن الفيديوهات ما تتشيلش أو تشيل واحد اتنين هبقى أطلع أقول لكم إيه اللي تشيل تمام؟ وإن شاء الله ما فيش حاجة تتشيل من ضمن الأسباب من ضمن الأسباب أن الصفحة بتاعتي ممكن تكون بتتهاجم هجوم زي كده والصفحة مش قوية كفاية يعني من ضمن الأسباب أن الصفحة بتاعتي مش قوية كفاية معلهاش عدد مشتركين كتير الصفحة مش متوسقة الفيديوهات ما بتجيبش مشاهدات عالية أو يعني صفحتك كلها فيديوهاتك من أولا للأخير مليون ومتين ألف دولا حاجة صفحة مش قوية بس أنا مش واحد من الناس اللي بطلع أعمل الفيديوهات عدد أقول للناس عملوا لي سبسكرايب وشيروا الفيديو وخلوا صحابكم يشيروا أنا ما بقتنعش بالناس اللي بتعمل كده الصراحة أنه لو أنا بتفرج على قناة وشايف فيها حاجة عجباني وعايز فعلا أشترك في القناة دي أو عايز أشير أقفيد الناس أنا هعمل كده من نفسي فأنا ما بحبش عادة طلع عن الناس بقى شيروا وعملوا كلام ده كله كده فهو ده يمكن حاجة مش مخليها الصفحة بتاعتي قوية شوية أو متوسقة أو عليها عدد مشتركين كتير اللي هو متتأثرش بالريبروتات اللي بتيجي دي بس هعمل إيه يعني اوكي قد دي أول حاجة عايز أتكلم فيها حاجة ما كنتش حاببة أتكلم فيها بس أقدمت تأثر تأثر تأثير سلبي دلوقتي فحاببة أقول للناس عليها هتدي أول حاجة تاني حاجة يا معا أرجوكو أشعر تعبت والله لو أنت هتكلمني هتبعتلي إيميل شفت فيديوهاتي أي حاجة أي بتنجان يا سيدي بالبلد كده عايز تسمع الكلام وتعمل اللي بقول عليه من الألف للياء أهلا وسهلا بيك هتقعد بقى تنقشني هتقعد تضيع في وقتي هتمشي تعمل اللي على مزاجك وتجيب بعد كم شهر يا أما بتعيط وعايز تعمل النظام مزبوط يا أما بترجع الفيروس بيزيد عندك أو ما بيقلش أو ما بيصالش أي حاجة عشان انت مش على مزاجك وترجعتش تنفانة في الآخر أوكي أنت برضو بيأثر بالسلب أوكي فيا ريت يا ريت لو أنت عايز تخش تتكلمني فعلا تبعت لي رسالة على الإيميل يبقى أنت فعلا حد تكون عايز مساعدة أكتر من كده مش هقدر أقول باي باي